بقى لي أكتر من سنة دلوقتي مأجلك كل رحلاتي وخططي للصف حيث هيقول لي المطار فاتح أنا كمان شنطتي جاهزة بس أنا حسبتها الصراحة لو هعمل بي سي آر واجيب مستلزمات الكورونا وروح قاعد فترة عزلي في البلد اللي هروحها في الأغلب على حسابي فاهموني مين مجنون يسافل لو مش مضطر رحلة لسيوة بوستد باي اسلام خلينا شوف مين اسلام ده أنا اسلام شريف مؤسس جروب نوماتس واستقررت من شغلي عشان أنا منسيحها في مصر وأغير حياة المسافرين وسهل عليهم خبرات وتجارب السفر سواء جوا مصر أو برا مصر لأنا كده محتاجة أتكلم مع اسلام اسلام أنا كل طموحاتي في السفر وقفة بقالها سنة ودخلين على السنة الثانية تفتكر في حال؟ والله هو الشكل السفر والسياحة عامة في العالم كله مش في مصر بس تغير جدا السنة دي أنا ممكن أقول إن السياحة جوا مصر هي اللي هتبقى شغالة أكتر الناس هتسافر بسهولة أكتر جوا مصر دلوقتي وهي فرصة ذهبية بصراحة إن الواحد يستكشف الأماكن من في مصر اللي عمر ما كان يلاقي وقت إن هو يروح ويستكشفها اسلام أنت على تواصل مباشر مع محبي السفر المصريين من خلال منصتك على الفيسبوك هل ممكن نقول إن النومادز المصريين اتجهوا للسياحة الداخلية في فترة الكورونا؟ أه طبعا يعني الناس اللي متعودة تسافر كتير ما بتقدرش تستحمل إنها تمام وتفترة طويلة جدا من غير سفر وعشان كده تواصلنا مع علاقة السياحة بالصيف اللي فات عشان نعمل حملة للترويق الشاطئ في مصر والحملة دي كان هدفها الأساسي إن اللي يروح للشاطئ في مصر مش مصورين محترفين ومش ناس بتعمل أعلانات لا هي ناس عادية جدا بتسافر بترويح الشاطئ دي وبتصور بموبايلاتها وفعلا بتطلع صور طحفة أنا متابع المسابقات اللي انت بتعملها على صفحتك على الفيسبوك وبمناسبة يا جماعة أمري ما كسبت بس أحب أعرف الهدف من المسابقات دي الهدف من الكمبيتشنز إن إحنا نشجع الناس كلها إنها تحط الصور اللي عندها اللي هي مستخبية في موبايلاتها ما حدش بيشوفها تحطها في مكان واحد بحيث إن إحنا كلنا نقدر نشوفها كلنا نقدر نشوف الأماكن الجميلة اللي عندنا ونشجع بعض إن إحنا نحط صور أحلى ونختار من أحلى الصور أو أكتر صور جايبة تفاعلات على السوشيال ميديا إنهم يكسبوا هدية يروحوا ويك أند أو ثلاثة أربعة أيام في فندق من الفنادق الحلوة حولين مصر على حساب مين؟ على حساب الفنادق والوزارة طب أنت كان هدفك إيه من إنشاء نومادز على الفيسبوك وهل وصلت اللي كنت متخيله؟ عشان بدأت أسفر كتير كان في ناس كتير بتيكي تسألني نحجز فين؟ نروح فين؟ نعمل إيه؟ كذا مرة لما حصلت القصة دي أنا كان عادي كنت عامل جروب صغير على فيسبوك لصحابي عشان نتفق عليها على سفريات ونزبط عليها سفريات فلما الموضوع إن الناس كانت بتيجي تسألني وبدأ إيه أكتر فقلت لهم طب أنا هدخلكوا على جروب واسألوا الشخص الفلاني ده وهيقول لكم تروحوا فين؟ فالفكرة جات لي قلت طب ليه ما كبرش الجروب ده ويبقى منصة تجمع كل الناس اللي بيسموهم المسافرين الدائمين؟ يسألوا بعض على كل المعلومات اللي محتاجينها يسألوا بعض يروحوا فين؟ ويكون كل الموضوع مبني على تجربة حد مجربها بنفسه مش حاجة قريها أونلاين أو شايفة فين؟ المنصة بدأت بقى تجبر وبدأت تاخد تفاعل كبير قوي من الناس من كمان فيسبوك اختاروا الجروب من ضمن 77 جروب حوالي العالم عشان هو جروب مؤثر وعشان المبادرات اللي بيعملها تساعد الناس حوالي العالم بسيما أنا شايفة أن أنت كمان بشكل شخصي على حساباتك الخاصة على السوشيال ميديا بقيت تعمل فيديو السروجية المعالم وأثار مصر؟ أنا طول عمري بحب التصوير جدا بس عمري ما أخدته بطريقة احترافية بس بعرف أصور وعندي كل المعلومات الكافية أن أخد صور كويسة أنا شكت فيديو لأصور الصراحة وغيرت جدا أني مزورتش المكان ده ده إحدى الأهداف اللي بتبقى من وراء التصوير اللي إحنا بنعمله إن إحنا نشجعك تروحي سواء مع أنا أو مع غدنا أو لوحدك حتى تروحي تعملي إيه وتتصواري إزاي وفين وتتبسي مشكلة عامة إزاي طب إسلام إحنا عملنا الانترفيو وهو طلعتك على البي بي سي أنا عايز أكسب في المسابقة الجاي من عناية وعد على الهوة هو وعد قدام 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 الناس محدش يسألني بحط كحول ليه مع أني سلمت على إسلام أونلاين حفظين مش فهمين زي ما إسلام قال في ناس اتجهت للسياحة الداخلية في فترة الكورونا بس في ناس واخدم موضوع عن حب من زمان قوي زي عمر وداليا اللي أنا فتح الأكاونت بتاعهم بجواب أنا عمر وأنا داليا ونحن من أقوى إيجيبت في 60 يوم مصر في 60 يوم ونحاول نشجع السياحة في مصر سواء للمصريين أو للأجال عمر وداليا إلا خلاكوا تأخذوا قرار أن تأخذوا معالم مصر كلها وتوصقوا رحلتكوا على مواقع التواصل الاجتماعي أول موضوع خليل يبدأ نبزة سريعة يعني احنا تعرفنا على بعض أنا وداليا كلها في أماكن سياحية ممكننا نحبين أن نتعرف على بعض في أول علاقتنا في أن نحن نتعشى في مطعم أو نخرج خروجات رومانسية نحن نحن نحب السفر جدا ونحب التصوير فكل خروجاتنا كانت في معالم سياحية وبالتالي لما جينا بقى نعمل إطباطنا في المناسبات رسمية عملنا الخطوبة على الميت وكتب كتبنا في الألعاب فكملنا الرحلة وقلنا نشارك الناس يعني قد إيه في مصر جميلة وفيها كنوس كتيرة قوي مش معروفة وبالتالي عملنا الإنستجرام أكاونت وبدأ يجينا بقى قادة محترمة من المتابعين فبدأنا البلوك بتاعنا بس ما كانتش مقصودة ان احنا نبتديها كده هل فعلا لفيتوا مصر كلها بستين يوم ولا ده كان كاتشي هيدلاين أو عنوان لجزب الانتباه احنا لسه ما لفناش مصر كلها بستين يوم بس احنا لما حطينا العدد الأيام اللي احنا ممكن نسافر فيها ونخلص كل المحافظات مصر وكل المعالم اللي ممكن نسقرها لقينا ان ممكن تخلص بستين يوم ممكن نطولها شوية لو عاديين نكتشف مكان بعمق أكتر او ممكن نقصرها بس هي ممكن تخلص بستين يوم طب انا حابة اعرف ايه الحاجات اللي اكتشفتوها في مصر مكنتوش متخيلين انها موجودة بلدكم قبل رحلتكم الاستكشافية دي طب يعني نتكلم على القاهرة مثلا على المتحف الجيولوجي المصري اللي موجود على كورنيش المعادي او المتداد كورنيش المعادي اللي على مدخل مصر القديمة يعني ده حاجة بقى مش محتاجة أسفر لها ولا منطقة بعيدة جدا لازم اخد اجهزة طويلة عشان اشوفها ده متحف الجيولوجي في المعادي واحنا اصلا من سكان المعادي فخمس دايما من بيتنا ومتحف بيضم هياكل ديناصورات وحفريات وجزء من نايزك وموجودة في متحف صغير جدا على كورنيش المعادي لا حدش يعرف عنه حاجة على قد من انا فخور يعني ان الحاجة زي كده موجودة في مصر بس حزينة ما حدش يعرف عنه حاجة يعني ان المتحف دايما راحته بتاع اربع اخمس مرات وكل مرة بروحه بابقى الواحدي تماما في المكان ازاي فترة الكورونا والعزل المنزلي اثرت على رحلتكم الاستكشافية خصوصا ان انتو كنتو حاطين تاريخ ان انتو تصدروا كتابكم السنادي نحن في وقت الكورونا لا كنا من الناس المحافظين شوية يعني فكل السفريات او كل الحياة اللي احنا عملناها كاية حاجة مش بتبقى في اماكن زحمة بنحاول على قد ما ننقدر بنخلي الكورونا ما تحبطش معنوياتنا من عدم السفر بس بنحاول نكتشف الكنوز اللي موجود على القل في القاهرة وبالذات الحاجات اللي تم ترميمها وافتتاحها قريب طب انا احبا استكشف مصر زيكم واعتقد فيه ناس كتيرة بتتفرج زيي تنصحونا نعمل ايه؟ يبدأوا يبدأوا على طول يبدأوا باي امكانيات يبدأوا باي وقت يبدأوا باي فلوس يعني فيه ناس عندها دايما التخوف من ان ايه ده لا لا دولات اكيد سافروا مصر كلها دول اكيد معهم فلوس كتير اوي او معهم وقت كتير اوي كل واحد لازم يعرف بلده اكتر وفيه هنا اماكن كتيرة حلوة اوي واحنا ناس بتحب السفر وصفرنا كتير وشوفنا كتير بره مصر وجوه مصر لا او احنا هنا عندنا حاجات فعلا حلوة لو احنا بنقول ان انت تقدر تلف مصر كلها في ستين يوم ستين يوم يعني شهرين من حياتك كلها يعني عمر الواحد تريبا بيعيش ايه ستين سبعين تمانين سنة ان شاء الله يعني ربنا يدينا العمر فشهرين من تمانين سنة ولا حاجة ان انت تلف بلدك كلها وتبقى فخور تقول لنفسك الاول قبل اي حد وتقول اهلك وتقول لولادك بعد كده انا لفبت البلد دي كلها من شرقها الغربة من شمالها الجنوبة اعرف كل منطقة وشبر فيها شكرا عمر ودالي على شحنة الطاقة الايجابية دي وعلى فكرة هم عندهم حق لو بتحب السفر والاستكشاف مفيش حاجة هتوقفك ولو مش عارف تسافر لا جوه ولا بره ممكن تستكشف ابتراضيا اونلاين زي مثلا دلوقتي هروح استكشف مجبرة اثنية عنخ امون وامون حاطب وانتم كمان روحوا شوفوا مكان استكشفوا ولونا في التعليقات رايحين على فيدي اشتركوا في القناة